ملفتة جداً هي احتجاجات السويداء من الاهتمام الإعلامي للزخم الشعبي وصولاً للحراك السياسي وإشادة دول أوروبية كبيرة بها كبريطانيا وفرنسا وألمانيا لكن لماذا هذا الاهتمام؟ وما الذي يميز السويداء 2023 عن السويداء 2011 مثلاً؟ دعونا نتابع هذه الصورة فهي تختصر جزءاً كبيراً من الإجابة يريد أسطاق الملكة ليست تلك الهتافات فقط بل حرق الصور وأغفال مكاتب الحزب الحاكم كانت أيضاً عاملاً إضافياً أسهم بتسليط الضوء على انتفاضة السويداء فهي التي لم تحرق صور بشار الأسد في العام 2011 لكنها فعلتها اليوم تطبيق القرار الأممي 2254 احتجاجات السويداء أول احتجاجات من نوعها ترفع الصوت عالياً لتطبيقه بالمناسبة مجرد الحديث عن هذا القرار يزعج النظام إلى حد كبير فهو قرار صدر بإجماع مجلس الأمن وحتى بموافقة الحليف الروسي وينص حرفياً على تنفيذ انتقال سياسي في سوريا مطلب اقتصادي ملفت أيضاً يطالب به المحتجون في السويداء ولو بشكل غير مباشر يتمثل بفتح معبر حدودي بين السويداء وبلد آخر كالأردن مثلاً وهو من شأنه تنشيط الحركة الاقتصادية في المحافظة التي يعتبر طريق دمشق السويداء شريانها الوحيد للحياة حالياً وأطفاً على ما ورد يرى متابعون أن السويداء رفعت سقف المطالب والاحتجاجات إلى أقصى حد من استفاف صريح إلى جانب الثورة السورية للمطالبة بتغيير سياسي وصولاً لمعبر حدودي يمنع التحكم باقتصادها وبعد هذه المطالب يتساءل مراقبون هل أحرقت السويداء سفن العودة كلياً أم أن طريقة دمشق السويداء لا يزال سالكاً رغم تطورات الانتفاضة الأخيرة لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الأعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر